عاد مرهقاً لينام من تعب دنيا الحرب لكن قذائف الهون هدمت بيته وكادت أن تختطف منه عمره السبعيني وبصعوبة حاول المواطن محمد أحمد جمال العودة إلى الحياة من تحت هذا الركام بعد عملية إنقاذ قام بها جنود من قوات الجيش القصف العشوائي من قبل ميليشيا الحوثي على منازل مواطني منطقة التحيط بالحديدة تسبب بدمار منازل وتشريد مواطنين في مشهد متكرر تتعمد فيه الميليشيا توجيه قذائفها نحو المدنيين بعد كل فشل عسكري أو هزيمة ميدانية تلحق بها استهدفت كل الأماكن استهدفت المستشفيات استهدفت المنازل استهدفت الأسواق استهدفت المساقد استهدفت كل شيء في مدينة التحيطة كانت ألويات العمالقة قد نفذت عمليات عسكرية الأيام الماضية ضد ثكنات ميليشيا الحوثي في القرى الشرقية لمديريتي التحيطة والدريهمي تمكنت فيها من إلحاق خسائر مادية وبشرية في صفوف الحوثي وبحسب مصادر عسكرية فقد كثفت طائرات التحالف غاراتها على تحركات الميليشيا في الطرق المودية إلى خط 16 بهدف منع وصول التعزيزات العسكرية إلى الحوثيين داخل مدينة الحديدة التقدم البريو والغارات الجوية أحكمت الخناق على ميليشيا الحوثي وفق مصادر عسكرية أكدت مقتل قيادات بارزة في الميليشيا وأسر آخرين في التحيطة وحيس والدريهمي بالتزاون مع تمشيط العديد من المزارع والمناطق المجاورة وهو ما أجبر الميليشيا على الفرار والاحتماء بالمواطنين كدروع بشرية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة